أفادت مراسلة الغد في السودان بأنه من المتوقع أن يصدر اليوم الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا بتعديل صلاحيات واختصاصات مجلس شركاء الفترة الانتقالية أقدت اللجنة الربعية التي تضم ممثلينها لمجلس الوزراء ومجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير شركاء السلام عدة اجتماعات في الأيام الماضية لإعادة صياغة مهام مجلس شركاء السلام بسبب تخوف بعض الأطراف من تداخل اختصاصات المجلس مع بقية مؤسسات الحكم الانتقالية ومن الخرطوم تنضم إلينا مراسلة الغد سهام سعيد سهام تفاصيل أكثر حول الاجتماعات نعم إذن قبل أيام وبعض صدور قرار تشكيل مجلس الشركاء بتلك الاختصاصات التي أثرت جدلا واسع عن بجل شركاء الانتقال في السودان حدست مزيد من الخلافات بين الشركاء وتم تكوين لجنة الرباعية لحل هذا الخلاف مكون من ممثلين لمجلس الوزراء والمجلس السيادي وقوة الحرية والتغيير وشركاء السلام اجتمعت اللجنة خلال الأيام الفائدة اجتماعات مكثفة وتم تقريبا حل مسألة اختصاصات ومهام مجلس الشركاء وتم ضبط هذه المهام والاتفاق على أن يكون المجلس كما قيل هو مجلس تنسيقي بين شركاء الحكم الانتقالي في السودان وبقيت نقطة واحدة هناك خلاف عليها هي نقطة أن يكون رئيس مجلس الوزراء رئيس مناوب للمجلس لأن الرئيس طبعا هو الرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان الفريق عبدالفتاح البرهان وهذه النقطة ما زال الخلاف عليها قائما اليوم سيُعقد اجتماع أيضا للوصول لتوافق حول هذه النقطة تصير قوى الحرية والتغيير أن يكون رئيس مجلس الوزراء رئيس مناوب لهذا المجلس بينما يقول المكون العسكري بأنه لا يحتاج المجلس بأدواره التي قيل عنها بأنها تنسيقية إلى نائب رئيس أصلا يحتاج فقط إلى الرئيس هناك رأي آخر يتحدث عن حلل لهذا الإشكال أن تكون رئاسة المجلس رئاسة الرباعية بمعنى أن يكون هناك رئيس مناوب ممثل لكل طرف في كل مرة بالتناوب نعم سيهم سعيد مراسلة الغد من الخرطوم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة